أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 7 يوليو تموز القمر طبعا اليوم موجود في برج الميزان ما هو موجود الآن في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح ينكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و37 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا القمر موجود في برج الميزان زي ما حكينا معناته بهذه الفترة ممكن أن نعزز علاقة عاطفية أو أصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل للإسترخاء وبيجد الغراب متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير الدور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة اليوم في عنا بداية زاوية بطيئة وهي زاوية التزديس الإيجابية اللي بين الشمس وبين أورانوس تأثيراتها من اليوم لغاية يوم 14-7 طبعا دروتها يوم 10-7 في ساعات الصباح وهي الزاوية بتعزز قدرتنا الإدارية وتضفي جاذبية على شخصيتنا كما إنها بتعزز من قوة الحدث لدينا أما بالنسبة للزوايا اللي راح تكون اليوم ما بين القمر والكواكب الرئيسية فعنا أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس هي زاوية التربيع يعني نصف بدر بمعنى آخر وهاي راح تكون الساعة 2 و14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني من قبل منتصف هذه الليلة أو تقريبا منقدر نقول من بعد بث هذه الحلقة بساعتين بتبدأ تأثيرات هاي الزاوية وبتستمر لغاية ساعات العصر وهذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية راح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي راح تكون في تمام ساعة 5 و53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الفجر تقريبا لغاية ساعات المساء وهي زاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية راح تكون بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون في تمام الساعة 7 و17 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لا غاية ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائدة الدودية طبعا هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية واللي لازم أو إذا بالإمكان تأجيل عمليات الجراحة لهاي الأعضاء خلال هذا اليوم تكون أفضل ولكن إذا كان اضطراري فعد هذا الأمر بيد الله عز وجل مش بإذنه ولكن برضو هذا اليوم بما أنه الجلد عضو لللمس هو الأكثر حساسية فأي شيء له علاقة بالتجميل له علاقة بالجلد اللي هي مثل التقشير أو مثل الحقن تحت الجلد أو الأمور هاي أو البلازمة غيره أنواعها طبعا كلها هاي تأثيراتها سلبي وخصوصا أنه برضو اليوم زاوية تربيع مع القمر فهذا الشيء بيعمل آثار سلبية فعشان هيك يفضل الابتعاد عنها خلال هذا اليوم يوصى بإجراء عمليات جراحية للأعضاء الأخرى في جسمنا ما في أي مشاكل مناسب لعمليات التجميل مثل اللي هي أمور اللي إلها علاقة بالتكميم مثلا أو الأمور اللي إلها علاقة بتعريض الفك اللي هي الجراحات التجميلية يصلح برضو هذا اليوم لقص الشعر التجميلي الصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة يوم ثمانية سبعة يوم الغد في تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق صباحا بتوقيت جراينيتش ورح يستمر لغاية الساعة خمسة واربعتاشر دقيقة صباحا لا يستقر القمر في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره ثمان أيام في تمام الساعة عشر واربعين دقيقة صباحا بيصبح عمره تسع أيام نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم بالنسبة للشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة طبعا هي الآن منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية ولكن في ساعات المغرب تقريبا المغرب يوم الخميس بيصير سعيدي بنسبة عشرة في المية لأنه بتبلش تأثيرات الزاوية اللي ذكرناها في بداية الحلقة بالنسبة للقمر في الميزان حتى يوم ثمانية سبعة طبعا هو الآن سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات العصر تنزلت سعادة لخمسة واربعين في المية لغاية ساعات المساء بتنزل بعديها لخمسة عشر في المية عطارد في السرطان حتى يوم تسعتاش سبعة منتحسة بنسبة خمسة وعشرين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم ثمانتاش سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الآن لغاية ساعات العصر بعدين تنزل نسبة السعادة لخمسة عشر في المية المريخ في الثوري حتى يوم عشرين ثمانية سعيد حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر زي ما حكينا هو الآن موجود مقابلكم تماما بيت الشراكة المالية والعاطفية فعشان هيك مناسب لتعزيز العلاقة مع الشركاء أو التقارب أو المصالحة أو التفاهم أو حتى ترتيب وضع مشترك ما بينكم بين الأزواج أو ما بين الخاطبين وبدهم يطوروها لزواج أو هاي الأمور طبعا اليوم مناسب لأمور اللي إلها علاقة بالارتباط أو الحفلات أو المناسبات أو حتى الخطوبة أو الطلبة في هذا اليوم ممكن بس أنه في ساعات المساء أو ما بعد العصر يوم الخميس أنه تطرأ بعض البلبلة فعشان هيك بدك تعالج الالتباسات وسوى التفاهم بموضوعية وحاذر طيلة اليوم القطيعة والدعاوة القانونية برضو ابعد عن المشاكل وقدر الإمكان لأنه خصمك قوي أخوى منك طاقتك ضعيفة والعرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور طبعا القمر موجود في البيت السادس لألكم يعني بيت العمل بيت الصحة فعشان هيك بتجدوا أنه العمل بدأ يتراكم عندكم فيه عندكم اهتمام كثير ببعض الأعمال أو تحسين وضع معين ولكن ممكن أنكم معني شوي تجدوا صعوب في إنجاز بعض الأعمال بدها إعادة محاولة عشان أنها تمشي ممكن اليوم تجدوا نوع من أنواع تعاون ما بينكم بين أحد الزملاء وبتقدروا تنرسوا زي ما حكينا يوم أمس نشاط بدني عشان تحافظوا على طاقتكم لياقتكم يكون فيه نوع من أنواع عشت النشاط والحركة والصحة ولكن برضو زي ما حكينا اليوم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي لإنجاز بعض الأعمال وحاذر من بعض الأمور اللي إلها علاقة بالوضع الصحي اللي بيتعلق فيك أو في أحد أفراد العائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا النشاط عالي جدا اليوم على المستوى العاطفي على مستوى رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات أهم شيء أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها بمصالحة أو ببعض التنازلات أو بعض التقارب ممكن تنال ما بترغب اليوم وبتنتصر على كل الاعتبارات الحضوضة تدعمك بشكل جيد ممكن تحل بعض المسائل العالقة أو كانت مستحيلة بالنسبة لك فترة إيجابية دعم لإلك حتى على مستوى الاهتمام بالمظهر العام ممتاز جدا واليوم زي ما حكينا لازم تستغله لأنه في كثير من المكاسب لإلك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية هي القصة الأكبر من تفكيركم اهتمامكم بالبيت وبالعائلة بالمناسبات باللقاءات بالاجتماعات بحل بعض المشائك فبوسع كل يوم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية فعشان هيك بدك تواجه الأمر الواقع بمنطق وتحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك لأن الفترة هاي مش مناسبة لفرض الرأي ولا للعصبية ولا لتزمت بالرأي هاي فترة مناسبة لموليد برج السرطان به أمور الشخصية أو تطوير الذات أو حتى الاهتمام ببعض المسائل اللي ممكن تكون صعبة في الفترة الماضية فاليوم في إلها حلول برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم رح تنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات بالتنقلات حوارات نقاشات امتحانات وبوسع كل يوم تقديم يعني مساعدة أو حتى ترويج لعمل معين أو لسلعة معينة النشاطك عالي وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران فرح تكثر عندك النشاطات على حسب تخصصك أو على حسب أنت كيف عايش أو شو بتشتغل يعني على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهمش أنك ما تتردد بالتحرك يعني بدك تستفيد وتكسب أكثر قدر ممكن من هذا اليوم لأنه بصب بمصلحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً زي يوم أمس ولكن اليوم أفضل من ناحية إيجابية من ناحية المالية فاليوم برضو بفتح مكاسب مالية ودائماً محكي أنه المكاسب في حال أنه الخمر كان في البيت الثاني يعني تيجي أغلبها من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم هدايا أو جائزة فعشان هيك بدك تحاول تستغل هاي النقاط ممكن تحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بفواتير أو دفعات أهم شيء أنك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وبرضو لا تبالغ بمصاريفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لأمور مالية أو أمور استشفائية بتتعلق فيك أو في أحد المعارف الأجواء جيدة وداعمة ولكن انتبه على أموالك من بعض المحتالين أو ممكن تمر بضائقة هيك شوي أو مشكلة إلا علاقة بالوضع المالي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم فترة أفضل كمان من يوم أمس ومن الأيام الماضية اليوم تجد ثقتك بنفسك أكبر تنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم بتصاعد عالي جدا بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات بتكون على روتينك أو على مظهرك أو حتى عهندامك ملفت للنظر بشكل كبير بالنسبة للجنس الآخر يعني راح تكون حيويتك عالي جدا بتقوى عندك نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك لأن الطاقة عالية جدا وفترة مقبلة ممتازة جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا ما زال التعب مسيطر بتجدوا صحتكم بتتراجع بينتابكوا شعور بالتعب أو الملل حاولوا أنكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل حاولوا أنكم توقعوا على عقد ولا تبدأوا عمل جديد هذه فترة فارغة تماما من الحظ حكينا القمر ما زال في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الجمعة فبدأك تحاول أنك تمشي أمورك بشكل روتين حلل الأمور بهدوء ابتعد عن الأضواء اللي ممكن تكون مشحونة لا تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة وحاذر برضو من الالتباسات لأنه ممكن يصير سوى تفاهم بأي شيء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع أو لقاء أو حتى يعني لقاء الأصدقاء كخروج مثلا أو فنجان قهوة أو من هذا الأمور بتقدروا تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمعين بالكم لأنه اليوم ممكن تجدوا حليف في دعم تصوراتكم أهم شيء أنك ما تستسلم وحاول أنك تكرر المحاولات إلى أجواء جيدة وداعمة وبرضو حاول تنجز كل الأعمال الضرورية اليوم قبل صباح يوم الجمعة لأنه الأجواء رح تصير ضابطة عليه برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم برضو بينتبهلكم المسؤولون أكثر وبيقدروا جهودكم تسلط عليكم الأضواء بشكل مباشر اليوم خصوصا مع المسؤولين أو الناس الطبقة الراقية أو الأشخاص أو الشخصيات اللي بتتعاملوا معهم ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم شيء أنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح أنه الفترة هاي فيها بعض القلق القلق هذا بيكون متركز على أمور السمعة فعشان هيك بدك تحافظ على سمعتك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بتنشطوا بالسفر بالاتصالات البعيدة بالعلاقات مع الأجانب مع أشخاص خارج البلاد بالامتحانات الجامعية بالمقابلات وهي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان وممكن تبدأوا عمل أو دراسة جديدة خلال هذا اليوم في بعضكم ممكن يناقش أي موضوع بقوة وذكاء ويتجرى على رفض أي شيء ما بناسبه ولكن إشي يكون صحيح ويكون معك حق مش إشي ضدك أو عكسك أو تقنعهم بوجهة نظر مش مزبوطة فعشان هيك حاول أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هذه فترة مناسبة لخوض تجربة جديدة وبرضو فيها يعني سفر محتمل للبعض برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم تركيز برضو زي يوم أمس على أموركم المالي المشتركة في فرصة اليوم ممتازة ومتاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أهم شيء ما تهملوا صحتكم اليوم بتحسوا أن الأجواء أكثر إيجابية حتى من يوم أمس وأكثر تجاوبا معكم في كثير من المسائل المالية ممكن لاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار فالأجواء جيدة لليوم لأمور الهلاقة بقرض أو سلفي أو حتى مطالبة بحق لإلك أموال لإلك بدك تطالب فيها أموال الزوج بدك تأخذ منها أو بدك تأخذ منها برضو اليوم هذا مناسب لهاي الطلبات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر